من المكسيك إلى جمهورية الدومينيكان حيث أعلنت سلطات هذا البلد مسرعة أكثر من 15 شخصا وفقدان 20 آخر جراء إعصار ماريا الذي اشتاح منطقة الكاريبي عقب إعصار إرما وذلك وفقا لما نقلت وكالة أسوشيتت بريز الأمريكية عن رئيس وزراء البلاد روزفيلت سكريت وضرب مركز العاصفة التي صنفت ضمن الدرجة الخامسة جمهورية الدومينيكان بقوة هائلة في وقت المتأخرين من ليلة الاثنين وصباح الثلاثة ما أدى إلى تدمير مئات المنازل وقطع شبكات الاتصالات وإغلاق مطارها من جانبه صنف مركز الأعاصر الأمريكي أعصار ماريا ضمن فئة الدرجة الخامسة وقال إن ماريا ضرب جسر الدومينيكان في البحر الكاريبي بسرعة رياح وصلت 260 كيلومترا في الساعة ارتفعت المياه بشدة وأجبر أكثر من ألفي شخص على الانتقال إلى ملاجئ على التلال في هذه اللحظة غمرت مياه نهر سيبو أكثر من أربعين منزلاً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة